اشتركوا في القناة دمهير النادي الاهلي على موعد مع قرعة الدوري الافريقي دوري السوبر الافريقي اليوم ان شاء الله الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وبعد 72 ساعة يوم السلساء المقبل الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة دمهير الاهلي على موعد ايضا مع قرعة جديدة لبطولة قرية ودولية مهمة جدا بطولة كأس العالم للاندية خلال هذا الاسبوع عندنا حدثين مهمين جدا قرعة السوبر ليج وقرعة كأس العالم للاندية وبالتالي هنقدر نتعرف خلال الفترة اللي جاية على أبرز الفرق المنافسة للأهلي في المشوار الإفريقي والدولي خلال الفترة اللي جاية طبعا زي ما أنتوا عارفين على مدار أسبوعين فاتوا كنا بنتكلم دايما في الملفات القرية والدولية ودرنا نحسم كل الملفات في انتظار بقى الملف المحلي اللي لسه مش واضح له أي معالم خلال الفترة اللي جاية حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا وكمان هنلقي الدوء على معسكر النادي الأهلي في النمسا كيف يستعد الفريق متى عودة الفريق اللي استعدادت لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري نردا عندنا كمان كلام كتير جدا في السوشيال ميديا بخصوص معسكر الاهلي والاستعداد للقاء السوبر وقايمة الفريق اللي هتخدها هذه المباراة الهمة بإذن الله ونتحدد إقامتها يوم 15.09 الساعة 9 بتوقيت القاهرة بإذن الله على استاد الملك فهد في الطائف حلقة مليئة بالكواليس وفي بداية الأسبوع فجايين لكم لسه فريش ولسه عندنا كلام كتير جدا وكواليس كتيرة جدا لكن بسرعة نروح لي سؤال حلقة النهاردة ويبما أن الأهلي مقبل على ما يقرب من حوالي من 7 إلى 8 بطولات عايزين نعرف من وجهة نظر حضراتكم البطولة اللي انت بتنتظرها من الأهلي في الموسم المقبل يعني عندك الأميرة السمراء كأس العالم للأنديا السوبر ليج المنافسة الجديدة المسابقات المحلية البطولة اللي انت كأهلاوي مستنى الأهلي يكسبها خلال هذا الموسم مشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وفي الإجابة على السؤال إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم في أقرب البطولة أو البطولة بتنتظرها اللي الأهلي يفوز بيها خلال هذا الموسم لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم في النمسا وكمان اليوم قرأة الدوري الإفريقي الممتاز وفي تريند المحلي فيتوريا يقرر راحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا عندي كلامة كتير جدا على مباراة إثيوبيا وفكرة عدم انضمام محمد صلاح لمباراة مصر مع إثيوبيا في التصفيات الإفريقية عندي كواليس وتفاصيل كتيرة ونقطة مهمة جدا لازم النهاردة نركز عليها في إطار عمل روي فيتوريا ومعايير الاختيارات في مسألة منتخبنا الوطني في الفترة الأخيرة طيب نستعرض مباراة اليوم والنهاردة السبت الممتاز مجموعة من المباراة في الدوريات الأوروبية البداية من الدوري الإنجليزي شيفلد يونيتد وإيفرتون المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وفي هذه الأثناء فيه أربع لقاءات برينت فورد بيستضيف بورنوموس بيرلي بيستضيف توتنهام تشيلسي بيستضيف نوتنجهام فوريست منشستر سيتي بيستضيف فولهام ساعة السابعة والنصف المساء اليوم بريتون بيستضيف نيوكاسل نروح للدوري الأسباني وأولى المباراة التي انتهت منذ قليل ريال سوسيداد فاز على غيرناتا 5-2 وبعد حوالي 10 دقائق ريال مدريد هي الصديف ختافي والساعة 7.5 دي بيرديفو ألفس هي الصديف فالانسيا والساعة العاشرة من مساء اليوم ريال بيتيس هي الصديف ريال فاليكان الدوري الإيطالي بولونيا حاليا متعادل مع كالياري وأودونيزي وفرنسيوني 0-0 والساعة العاشرة الأوروب أطلانطا مع موينزا ونابولي مع لاتسيو الدوري الألماني باير ليفركوزين هي الصديف دارمشتاة 98 هوفنهايم هيلعب مع فولفسبورج فيردر بريمن مع ماينز أكسبورج مع بوخو دي مباراة في الدوري الألماني مستمرة في هذه اللحظات وشتوتجرد أيضا بيصديف فرايبورج ساعة 7.5 بروسيا مونشنجلاتباخ عيصديف بايرني ميونيخ وفي الدوري الفرنسي في مباراتين النهاردة ستات بريست بيصديف رين الساعة 6 وفي صهرة مباراة اليوم الساعة العاشرة مساء موناكو بيصديف لانس دي أبرز مباراة اليوم في السبت الممتاز جولة كده في أهم وأفضل وأكبر خمس دوريات على مستوى العالم الدوري الإنجليزي الدوري الأسباني الدوري الإيطالي الدوري الألماني والدوري الفرنسي وفي انتظار ماذا سيحدث في المسلم المقبل بالنسبة للدوري المصري للغاية دلوقتي مش واضح له للأسف أي معلق نخرج إلى فصل ثم نواصل بعد الفصل طيب النهاردة عندي مجموعة من الأخبار والمعلومات في عدة موضوعات أو تحديداً تلات موضوعات هتكلم عليهم ولكن عايز أبدأ بخبر غريب وغريب جداً لأنه جاي في توقيت الناس كلها مسك كتاب الدين عارفين فكرة زمال لما كنا في المدرسة يفضل مثلاً يحصل كلام غلط بيتقال 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 وعول ما تجي تقول له أصل الصح كذا يقول لك لا فيمسك كتاب الدين ويحلف عليه دلوقتي اللي بيحصل في مسألة استدعاء اللاعبين لمنتخب مصر حاجة غريبة وحاجة مش مفهومة طوال الأسبوع اللي فات لما النادي الآلي كان بالكلم اللي أنا عنده مباراة رسمية مع منتخب مع التحاد العاصمة الجزائري في كاس السوبر الإفريقي كانت الناس كلها تقول لك هو ينفع أقارن مصلحة منتخب مصر بمصلحة أندية لما المنتخب يستدعي لعيبة محدش يتكلم على مصالح أخرى مصلحة المنتخب في كل شيء وأحدهم قاعد يقول لك أصل لو الأهل أو الزمالك أو مرسلية وهو أساساً قبل كده كان شكر المنتخب على عدم استدعاء اللاعبين يعني موافقه كلها متضربة والناس كلها مسكت في النادي الأهل إزاي أنت بتتكلم على موضوع لعبي الأهل الليعابه في منتخب مصر ده منتخب مصر عنده مباراة مهمة يا سيدي منتخب مصر تأهل لكاس الأمم قال لك لا أقص لمنتخب مصر عنده مباراة مع إثيوبيا والمباراة ده هتفري في التصنيف هتفري في التصنيف قال لك أقص القرع في 12 أكتوبر فمهم جداً أكون من الستة الأوائل في التصنيف عشان ما أعشف مجموعة قوية وصعبة في كاس الأمم في الكودفور ده كان كلام حتى كمان مدير المنتخب الأستاذ محمد خالد غرابة لكن على مستوى الإعلام كله ماسك كتاب الدين وإزاي الأهل بيطلب إعفاء لعبته من مؤسكر منتخب مصر النهاردة الزميل والصديق محمد مراد المنصق الإعلام المنتخب مصر كتب على صفحته وخبر اتبعت لكل الزملاء الصحفيين ونزل حتى على العديد من المواقع اقروا كده معي أو اسمعوا كده معي الخبر إراحة محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا ومشاركته أمام تونس استقر الجهاز الفن المنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراة إثيوبيا المقرر إقامتها يوم 8-9 خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا 20-24 وتصدر المجموعة على أن يشارك صلاح في مباراة تونس يوم 12 من شهر ستمبر المقبل أو الجاري والمقرر إقامة هذه المباراة في استاد الدفاع الجوي وتشهد قيمة المنتخب اللي أعلنها روي فيتوريا عن تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن على رأسهم زيزو ومصطفى فتحي يعني آخر سطرين أصل ده المبرر إحنا استبعدنا صلاح وريحنا مطش إثيوبيا عشان زيزو ومصطفى فتحي جاهزين وموجودين فما فيش داعي نلعب بصلاح عارف لو هتطلع تقولي أصل صلاح عنده انذارين ولو أخذ انذار مش هيلعب في كاس الأمم أول مباراة هقولك كلامك منطيخي بس أنت ما قلتش حتى أن صلاح عنده انذار يعني شوف أنا بدور لك على مبرر كمان أنا بدور لك على مبرر لو صلاح عنده انذار أقول ماشي لكن انت ما قلتش أن صلاح موجود وعنده انذار ده انت قلت عن رايح صلاح عشان موجود زيزو ومصطفى فتحي تم ما رايحتش لعبة الأهل ليه متمسك بلعبة الأهل ليه ده الموقف الثاني اللي بيحصل على فكرة مش الموقف الأول الموقف الأول لما الزمالك كان عنده مباراة في تمهيدي دورة أبطال إفريقيا مباراة تحصيل حاصل مع بطل تشد ومباراة افتتاح ملعب في قطر كابتن حاز إمام تتحدث مع فيتوريا وتكلم مع فيتوريا لازم اللعبة تخرج وخرجت اللعبة ورجعت بعد ما قدت مواجهتها ومباراة مع الزمالك طب الأهل عنده مباراة رسمية بطولة قرية مع اتحاد العاصمة الجزائري وبمبدأ كلام منتخب مصر وبكلام مدير منتخب مصر ان المباراة تحصيل حاصل ايه الفكرة في عدم اعفاء لعب الأهلي ايه الفكرة في انك دايما عامل ضغط على الأهلي رغم أن الأهلي قبل كده كان ليه مواقف كتيرة لما كان عنده بطولة دولية كبيرة تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا كأس العالم للأندية الأهلي ساب لعبته مع منتخب مصر لأنه ده منتخب بلدنا مع محدش هيجي زايد على الأهلي محدش هيجي زايد على الأهلي لكن الناس اللي بتشتغل في المنظومة واللي بتدير منتخب مصر واللي عادين على كراسة المسئولية في اتحاد القرى أنا مش قادر أستوعب الناس دي بتفكر ازاي وتشتغل ازاي لو انت رفضت اللعيبة تخرج للزمالك هرفع لك القباة وقولك تعظيم سلام لو محمد صلاح هيلعب المباراة الرسمية مع منتخب مصر وفيش الراحة زيه زي أي لعيف في المنتخب هرفع لك القباة وقولك تعظيم سلام لكن فكرة الخيار والفقوس والعناد مع الأهلي أنا مش فهم سببها بصراحة يعني ماتش اتحاد العاصمة في كاس السوبر لو الأهلي إن شاء الله ربنا كرم وكسب البطولة اللي هيكون وافع على المنصة بجوار رئيس الاتحاد الافريقى ورئيس الاتحاد المصري يعني الأهلي هو السبب في حضرتك إنك تكون موجود على المنصة وبتسلم الميداليات رأس برأس مع رئيس الاتحاد الافريقي ليه؟ لأن الفريق اللي بينتمي لبلدك هو السبب في وجودك على المنصة هو السبب في سفرك وحضور المباراة الكبيرة سواء نهاية دور الأبطال أو كاس السوبر يبقى بالتالع من نادي الأهلي يطلب طلب مشروع في إن المنتعم خلصت أهل لكاس الأمم ويبيطلب راحة اللعيبة لأنه لسه في بداية فترة الإعداد عشان عندنا بطولة قرية مع اتحاد العاصمة في كاس السوبر في السعودية تعاند وترد وترد في المؤتمر الصحفي ما تصدرناش مشاكل إحنا عايزين نركز لو مشاكل داخلية إحنا ممكن نحلها لكن ما تصدرناش مشاكل خارجية إيه اللغة الخطاب الإعلامي اللي بتطلع من جهاز المنتخب الغير مبررة ما انت مريح محمد صلاح في ماتش إثيوبيا ليه الكيل بميكيالين ليه العناد مع الأهلي والمبرر أصل المنتخب ضمن التقاهل طبعا لما الأهلي قال كده انت معجبكش الكلام لما الأهلي قال كده معجبكش الكلام بصراحة بداية روي فيتوريا مع منتخب مصر لا تبشر بالخير والمقدمات دي بتبقى ليه علاقة بالنتاج اللي جاية الناس تقول لي عاصل المستوى الفني حاجة وقل لأ التفاصيل دي هي اللي هتقولك المنتخب ده ينجح ولا مش هينجح احنا بنتمنى منتخبنا ينجح وفي ظاهره وبندعمه بكل قوة ده منتخب بلدنا ولكن لما تدير منظومة وبيتدير منتخب زي منتخب مصر لازم المسترة بتاعتك تبقى واضحة ووحدة واضحة ووحدة لما ليفربول بيبعث لك يقولك ريح صلاح من المطش ده بتسمع الكلام وبتقول حاضر لما الأهلي يبعث لك الأهلي زي ليفربول على فكرة لما الزمالك يبعث لك يبقى زيه زي الأهلي مش هلاقي المشرف على المنتخب الكابتن حازم واخد جنب واخد جنب وبيقود المسألة بشكل مش بروفيشنال خالص أنا بحاول أختاره الله يا كابتن حازم المسميات الإعلامية اللي ممكن تتألف المواقف اللي زي دي حضرتك مشرف على المنتخب تتعامل مع كل الأندية سواسية ولما تحب ترد ترد بنفسك ما تخليش حد يرد بالنيابة عنك لما تحب ترد ترد بنفسك انت تدخلت في مواقف نادي الزمالك ما تدخلتش ليه في مواقف النادي الأهلي فين في الرد على موضوع النادي الأهلي ليه فيتوريا بيتعمد في المؤتمر الصعفي يقول ان الآلي بيصدر مشاكل هو قالها على فكرة قالها في ختام المؤتمر قالك احنا لو عندنا مشاكل داخلية ممكن نحلها لكن أرجوكم ما تصدروناش مشاكل خارجية طب انت مراح محمد صلاح يا مستر روي فيتوريا ايه الوضع دلوقتي مدى التمسك بلعب الآلي في لقاء إثيوبيا وحتى بعد لقاء إثيوبيا الموقف ايه بعدها محدش عارف أنا بتكلم عن مواقف الرسمية مليش دعوة بما يقال في الكواليس أو يتردد في الكواليس بصراحة قلتها قبل كده فيه غضب كبير جدا عند قطاع عريض جدا من جماهير النادي الأهلي ليه؟ بسبب الأخبار اللي زي دي بسبب تصرفات الغير مسؤولة للمسؤولين عن إدارة الكرة في مصر نتمنى يتم تدرق الموقف صلاح زي الشناوي زي أي لعيف في منتخب مصر في فترة من الفترات كان الإعلام بيهاجم أنا فاكر الكلام ده في 2004 الإعلام كان بيهاجم الكابتن محسن صالح لما كان ساعتها مدير فن المنتخب مصر إن هو عامل منتخب وأطلق عليه منتخب أحمد حسان ميدو في التوقيت ده الناس كلها كانت بتقولك ده منتخب أحمد حسان ميدو وكل كان بيطالب إن يكون فيه سواساب من كل اللعيبة دلوقتي منتخب مصر لو أنت شايف إن محمد صلاح يريح ماتش إسيوبيا يبقى بالتالي نفس الأمر ينطبق للعيب الأهلي نفس الأمر ينطبق للعيب الأهلي لإن إحنا كمان عندنا أزمة تانية علي معلول في تونس بيرستاو في جنوب إفريقيا أليو ديانج في منتخب مالي والإتحاد الأفريقي هو اللي حطنا في الأزمة دي فيجب أن يكون هناك تعاون ما بين المسؤولين عن إدارة الكرة في المنتخب مع النادي الأهلي لأن الأخبار اللي بتطلع والمواقف المتضربة بالشكل ده بجد يعني بتعمل غضب عن دقطاع كبير جدا سواء من الإعلاميين أو حتى من الجماهير لأن المعايير عند المدير الفن الأجنبي روي فيتوريا أصبحت مش وحدة ويبدو أنه هو بيتقال له بلاش دي خلينا في دي وافع على دي لأنه هو الرجل لو معاييره وحدة هتبقى واحدة على الكل ولكن بالشكل ده لا هي مش واحدة على الكل الكلب ميكيالين ده بيعمل أزمة على فكرة وأنا أتمنى يتم تدارق الموقف لأنه لسه الأجندات والمباراة الرسمية اللي جاية كتير جدا بالمناسب طيب ده ملف ملف تاني وهو متعلق النهاردة بقرعة الدوري الإفريقي البطولة اللي بقنا سنة بنتكلم عليها النهاردة أخيرا الأرعة هتكون الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة في إحدى الفنادق القريبة هنا مننا طبعا في الشيخ زايد في مدينة ساتس من أكتوبر أرعة هيتم فيها تحديد الفرق اللي هتواجه بعض في مرحلة الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي حتى المباراة النهائية أولاً دي أرعة النسخة الأولى هيشارك فيها تمن أندية بنتكلم على الأهلي الوداد الترجي ماموليدي سانداونز دول أربع فرق تصنيف أول أمام أربع فرق تصنيف تاني بيترو أتلتكو الأنجولي مازمبي الكنغولي سيمبا التنزاني إنيمبا الناجيري مبدئياً كده قبل ما أدخل في تفاصيل القرعة نهاردة الصبح يمكن ناس كلها أرط بيان نشر يعني على الحساب الرسمي لنادي بيترو أتلتكو الأنجولي بيقولوا فيه أنهم تعرضوا لقرار أو فيه عقوبة صدرت من الاتحاد الأنجولي بإيقاف النشاط الرياضي لبيترو أتلتكو المدة سنتين ناس كلها على طول افتقرت بقى أن بيترو أتلتكو مش هيكون موجود في القرعة الاتحاد الأفريقية هيستبعد بيترو أتلتكو كل الكلام ده من صح آه في إيقاف للنشاط الرياضي في بيترو أتلتكو آه صحيح وأعلن عن كده بيترو أتلتكو الأنجولي بنفسه على فكرة أعلن عن القرار ده النهاردة على صفحته الرسمية ولكن الإجراءات اللي هتتتخذ لغاية ما يتم استبعاد بيترو أتلتكو لسه لغاية اللحظة دي ما حصلش في أي حاجة لسه فيه استئناف في أنجولا ولسه فيه قرارات وممكن توصل للفيفا أو المحكمة الرياضية فلسه فيه مشوار قانوني طويل جدا هيحصل في الفترة اللي جاية ولكن على الورق واللي هيحصل النهاردة بيترو أتلتكو موجود في القرعة ليه؟ لأن الغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها مفيش اختار رسمي وصل للاتحاد الافريقي بسحب رخصة بيترو أتلتكو ومن ثم عدم مشاركته في البطولات الافريقية لأن القرار اللي هيسري على السوبر ليج على فكرة هيسري كمان على دور الأبطال وكاس الكونفدرالية لو بيترو أتلتكو السنة دي بيشارك في المسابقات الافريقية مش السوبر ليج بس فالغاية دلوقتي مفيش أي قرار وصل للاتحاد الافريقي فبالتالي القرعة النهاردة بنفس الشكل والطالة لحضراتكم أربع فرق في الوعاء A وأربع فرق في الوعاء B الآلي يواجه يا إما سيمبة أو إنيمبة أو بيترو أتلتكو أو مازينبي مش هدخل في تفاصيل كتير ليه علاقة بالقرعة قدامكم طبعا على الشاشة يمكن دي الشكل اللي هيكون موجود عليه القرعة الوعاء الأول فرق التصنيف الثاني هيسحبوا منهم فريق يحطوه في خانة ويسحبوا فريق من الوعاء الثاني ويحطوه في الخانة ويبقى فريقين وصدع سيمبة طلع في الأول والآلي بل الآلي هيواجه سيمبة عشرين عشرة الوداد خرج أمام مازينبي يبقى بقى كذا وبعد كده هيتتحدد كمان المواجهات الفائز في المباراة دي هيواجه مين من المباراة الثانية في مرحلة السيمي فاينة فده شكل قرعة السوبر ليج النهاردة القرعة على فكرة هتبقى مدتها حوالي سبعة وعشرين دقيقة القرعة النهاردة مدتها يعني نص ساعة إلى ثلاث دقايق بيتخللها عدة فقرات أولا الإعلامية مريم أمين هي لا تقدم مراسم القرعة والقرعة هتكون الساعة سبعة في أحد الفنادق هنا في مدينة الشيخ زايد في ستة أكتوبر وفي بداية القرعة هيكون فيه ترحيب بالضيوف ثم التعريف بالبطولة المستحدثة وبعد كده هيتم تقديم المدير التنفيذي للمسابقة أندريا سيلفا هو المدير التنفيذي لبطولة السوبرليج هيتم تقديمه عشان يبدأ مراسم القرعة ويشرح للناس قرعة السوبرليج وبطولة السوبرليج اللي احنا الحمد لله انفرضنا هنا في العديد من الحلقات في الكشف عن الأندية اللي هتشارك في البطولة فرمات البطولة ملاعب البطولة الفرمات بتاعتها تبقى بنظام الزهاب والإياب من أول الكوارتر فاينال مرورا بالسيمي فاينال حتى المباراة النهائية والكلام اللي كان على البطولة في دولة وبطولة مجمعة قلنا الكلام دا يا جماعة مش حقيقي وفيه تمن ملاعب فيه تمن دول وفيه زيارات وفيه ورش عمل كل ده النهاردة هكيد هيتم استعراضه في الفيديو المتعلق بالتعريف بالبطولة كمان هايبقى فيه كلمة لباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي وهيكون فيه كلمة أيضا لجياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا كلمة موتسيبي لن تتخطى الثلاث دقايق كلمة تاجياني انفنتينو أيضا لن تتخطى الآربع دقايق خطاب مختصر يعني من رئيس الكاف ورئيس الفيفا لأن البطولة دي بشراقة ما بين الكاف والفيفا لتنظمها في القرى الافريقية والسنة دي هي النسخة الأولى في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر طيب هيكون فيه كمان تكريم اتنين من الضيوف المميزين أسا مواجيان نجم القرى الغنية هيكون موجودة النهاردة فيه مراسم القرى واللعابة الكنغولية ماريا بورجس هتكون موجودة أيضا بجوار أسا مواجيان وهم الاتنين النهاردة هيتم تكريمهم من قبل الكاف وعلى هامش هذا التكريم هيتم سحب القرى من الإفواري دي دي دروكبا يعني النهاردة عندنا تلاتة من نجوم الكرة الإفريقية أسا مواجيان نجم القرى الغنية والإفواري دي دي دروكبا واللعابة الكنغولية ماريا بورجس هم اللي هيكون موجودين النهاردة في مراسم القرى التكريم لللعابة الكنغولية ماريا وأسا مواجيان لكن اللي هيسحب مراسم القرى واللي هيجري القرى بنفسه هيكون النجمة الإفواري دي دي دروكبا ثم في النهاية هيكون فيه حفل من الكاف فقرة عن الفرق المشاركة وعايز أقولكم أن فيه جلسة تصوير تمت في النادي الأهلي قبل سفر الفريق إلى النمسا جلسة تصوير دي فيها بعض اللقطات بعض الفيديوهات تدريب الفريق صور اللاعبين صور الجهاز الفني النهاردة هيتم استعراضها من خلال فيديو مجمع للفرق المشاركة في البطولة الإفريقية دي كل التفاصيل المتعلقة بالدوري الإفريقي خلال الفترة اللي جاية نشوف القرى النهاردة نعرف المنافسين ومن بكرة نبدأ نتكلم بقى على جداول المباريات والفرق اللي هتواجه الآلي خلال الفترة اللي جاية بالمناسبة قبل ما روح لمعسكر الآلي في النمسا احنا عندنا 15-9 مطش اتحاد العاصمة في المملكة العربية السعودية بعدها عندنا مطش مع سان جورج الأثيوبي يوم 23-9 والغاية دلوقتي بمستنى نشوف سان جورج هي العفين بعدها يوم 30 لقاء الاياب مع سان جورج هل ممكن الدوري يتلعب في الفترات دي ويبقى فيه فراغات هل أول مباراة للآهل للآهل في الدوري يوم 19-9 ده اللي هنشوف الفترة اللي جاية ولكن من هنا من 1-9 أو 2-9 لغاية موعد كاس الأمم في 13 يناير من خلال الحزبة اللي حسبتها المباراة الآهل القرية والدولية الآهل ليش هيلعب في الدوري إلا 7-8 مطشط بحد أقصى بحد أقصى من بدر يا هو بنقول للناس عشان ما تطلعش الناس تتكلم على التأجلات من بدر يا جماعة تأجلات كتيرة لأن الآله مرتبط بما لا يقل عن 15 مباراة قرية ودولية طيب نروح بقى لمعسقر الأهلي في النمسا لأن المعسقر الأهلي في النمسا النهاردة فيه أخبار كتيرة رغم أن النهاردة الجهاز الفني ادى راحة للفريق من التدريب وكانت فيه جولة حورة للاعبين في العاصمة النمساوية فين نروح بسرعة إلى الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من شعار بقى فينة ولا رجع المقاطعة فينة طيب فاروق مسائل فل برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان خلينا أقولك أننا هنا في محيط يعني كنت اشترصت الشارع السياحي هنا في فينة وبالتحديد من أمام أشهر الميادين هنا في النمسا وأمام النصب التسكاري في النمسا طبعا أنت عارف النهاردة راح من التدريبات جولة حرة لكل أفراد دبعت فريق النادي الأهلي لعيبة طبعا حضرة هنا إلى فينة لعيبة في جولة حرة طبعا ومستر كولر منح اللعبين راح من التدريبات اليوم يعني وأجواء أكثر من راعة طبعا موجودة هنا في فينة محمد طيب أكيد بقى الأجواء كلها مميزة الأول بس درجة الحرارة أنا شايفها قدامي تمانية وعشرين لسه الأجواء كده ممترة وأجواء أوروبية بمينك في النمسا ولا قردت شوية من جو القاهرة لا صراحة محمد الجو ممتع يعني سواء يعني أثناء درجات الحرارة العالية الجو ممتع أثناء يعني سقوط الأمطار الجو ممتع لا الدنيا مختلفة درجة الحرارة بتتكلم فيها بالفعل في تمانية وعشرين درجة مقوية بالأمس طبعا كان فيه سقوط أمطار لكن طبعا ما فيش درجات البرودة العالية أو يا محمد وما فيش درجات الحرارة العالية يعني احنا يعني أو النادي الآلي الظروف خدمت اللي النادي الآلي في اختيار التوقيت التوقيت ده هو التوقيت المفضل واللي اعتدار طول كده بلغة الكورة هو ده النموذج يعني الحضور إلى النمسا طبعا توقيت لدرجة الحرارة الأمور بتسير على أفضل ما يرام طبعا طبعا لبرنامج الميستر راكولر اللي بينفزه اللاعبين والظروف المحيطة مساعدك في هذا الأمر يا محمد طيب أخبار بقى اللاعبين وأخبار الفريق موقف الإصابات عمرو السلاية أخباره إيه مدى يعني استجابة أو زيارة الكابتن محمود الخطيب وتأثير هذه الزيارة على اللاعبين في المعسقر يعني ممكن دايما الفريق دايما متعود إن الكابتن محمود الخطيب في أي رحلة مع الفريق عشان مباريات رسمية مباريات حاسمة لكن بما إنك في المعسقر أكيد زيارة رئيس النادي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب لها تأثير ولها أكيد انطبعات مختلفة عند اللاعبين وإنت لسه بتبدأ الموسم الجديد يعني خلينا أقول لك يا محمد إن الكابتن الخطيب وصل للنمسا أول أمس يعني تدر تقول في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحديث عشر بتوقيت النمسا الحديث عشر بتوقيت القاهرة طبعا كان معظم اللاعبين في غرفهم فالكابتن الخطيب لم يلتقي باللعبين لحظة ووصوله ولكن كان أول لقاء بين الكابتن محمود الخطيب ولعب النادي لالي في التدريب الصباحي أمس يعني شفنا الكابتن الخطيب ولقاءه مع اللاعبين وقف مع ريدا سليم يتكلم مع ريدا سليم يعني وكان بيدي بعض الوصايا كده لكهربا إنه يساعد ريدا سليم ويقربوا أكتر من أجواء لعب النادي الآلي طبعا كهربا أكتر اللاعبين يعني يتلاقي حديث مع كل اللاعبين طمن أيضا الكابتن الخطيب على الإمام عشور وشف يعني آخر تفاصيل الإصابة الخاصة به ويعني جهزيته خلاص ومدى جهزيته وأيضا يعني كان فيه لقطة مهارية طبعا محمد ما بين الكابتن الخطيب والكابتن محمد مجد أفشا ساعتها يعني الكابتن خالي بيبو قال له انت رايح فين أفشا ده الكابتن الخطيب يعني قدت نوع من المرح للعبين وأكيد يا محمد مش إحنا اللي نتكلم على اللامسة المهرية للكابتن الخطيب أمحمد يعني اللي موجودين يعني حتى يعني بعض الموجودين من اللي بيتابعوا المرام من النمسا أو من ألمانيا يعني لفت نظرهم إن الكابتن الخطيب يعني في هذا السن وبيقدر يتحكم ويعمل الكنترول ده في الكورة فكان فيه تشجيع للكابتن الخطيب من بعض الأفراد المتواجدين لأيضا لإني كان بجوارهم أكاديمية للنشئين على هذا الملعب يعني الجميع لفت نظروا مهارة الكنترول والتحكم من الكابتن الخطيب مع محمد مجدي أفشا ثم انطلق المران عايز يا محمد زي ما أقولك أنت أطمنك على حالة المصابين خلاص الدكتور تامر أبو العنين بعد ما تم فحص اللعب أكرم توفيق وكريم فؤاد وإمام عشور عند الدكتور كريستان نافينك اللي خلاص إدى الأبروف للعبين بالمشاركة في التدريبات بشكل كامل التحامات اللعبين مدى جهزيتهم للمباراة خلاص بطمنك تقدر تقول لو في مباراة بكرة بعده اللعيبة تكون جهزة للمشاركة الأمر طبعا بيخضع لي مدى الجهزية البدنية والرؤية الفنية المستر كولر لكن بشأن الإصابة الحمد لله صفحة وتقفلت بالنسبة لأكرم توفيق بالنسبة لكريم فؤاد وأيضا بالنسبة لإمام عشور الأطاقة إن شاء الله جهزين إن شاء الله لي الفترة القادمة بدءا من مباراة السوبر عمر السلية طبعا بيسير فيه البرنامج التأهيلي الموضوع لعمر السلية كان بدأ بالأمس بالجري حول الملعب خلاص دخل فيه مرحلة مهمة من المراحل للتأهيل دكتور تامر أبو العنين قال العضلات بالنسبة لعمر السلية العضلة خلفية طبعا اللي فيها المشكلة أو فيها الألام طبعا بدأ الأمور تستجيب وبالتالي بدأ ياخد جرعات أكتر في الجانب البدني اللعيبة طبعا محمد تعارف الحماس اللي عند اللعبين خاصة إن مستر كولر كان عمل لمباراة ما بين فريقين الأمر ده بيضع مستر كولر في حيرة من أمره فيه منافسة شرسة ما بين اللعبين في كل المراكز الجميع بيحاول أن يقدم أوراق الاعتماده للموسم الجديد إن شاء الله يكون مردود المعسكر ده على اللعبين في المباراة القادمة مباراة السوبر بإذن الله ويكون الفوز وكأس السوبر من نصيب لعاب الأهلي بإذن الله طيب بالنسبة لكولر أكيد الاستعداد دلوقتي يكون أكتر لمباراة اتحاد العاصمة الجزائر هي أول مباراة رسمية ومباراة ببطولة وكولر عنده أزمة في مسألة الأجندة الدولية اللي مباراة اتحاد العاصمة تحددت بعد الأجندة بـ 48 ساعة فالمشكلة مش في لعاب الأهلي اللي موجودين في المنتخب بس بيرستاو أليو ديانج علي معلول يمكن عليها يكون في مصر مع تونس لكن بيرستاو عنده مباراة خارجية أليو ديانج مع منتخب مالي عنده مباراة خارجية فالصفر ووقت الصفر هيكون طويلة على ما ينضموا البعثة الأهلي كولر بيبصر المسألة دي إزاي وهل تلقى حلول في مسألة لعاب الأهلي اللي موجودين في المنتخب مصر يا فاروق؟ يعني خلينا أقولك يا محمد حتى الآن ما فيش تقدر تقول كلام محسوم في الأمر الخاص بأنه تلقى حلول لهذا الأمر لكن مستر كولر مدرب يعني بلغة الكرة محمد مدرب واقع بيحاول يجاهز أوراقه تحسبا لكل الظروف يعني في المباراة الودية أو التأسيم الودية كنا بنشوف سوريا ما بين أحمد نبيل كوكا وأليو ديانج بنشوف مروان عاطية وبجواره كريم ندفد وعايزة أطمنك على الحالة اللي ظهر عليها كريم ندفد واحد من أهم المكاسب إن شاء الله للنادل ألي أيضا صلاح محسن الظهر بشكل ممتاز جدا عايزة أطمنك أيضا على رضا ستيم مستر كولر بيحط سيناريوهات للتدريبات وبالمناسبة محمد يعني الأمر ده مهم جدا وجود كارلوس المطور الأداء وأنا يعني بكون صارح معك جدا محمد في الانتقاء للأمر أو الوصف لي الوظيفة أو البوزيشن الخاص بكارلوس كارلوس اللي انضم لي جهاز النادل ألي ده مهمته الأساسية مطور أداء ومكتشف مواهب مستر كولر مخصص بعض اللاعبين بيشتغل معهم مستر كارلوس أبرزهم اللاعب زعلوك لتطوير النواحي اللجومية عنده ومراحل إنهاء الهجم لعب زي خالد عبد الفتاح بيلعب بالقدم اليمنى بيشتغل معه أنه يلعب بالقدم اليسرى لعب زي رقفة خليل بيلعب بالقدم اليسرى بيشتغل معاه أنه يلعب بالقدم اليمنى ده جزء من النواحي اللي شغال عليها مستر كولر أو كارلوس مع مستر كولر أيضا استغلال ضربات الرأس بالنسبة ليه اللعب معتز محمد ويكتشف أو شاف أن اللعب عنده إجادة لضربات الرأس وبالتالي بيطور أزيل النواحي مستر كولر بيحاول يكون عنده البديل بيحاول أنه يشتغل على مباراة اتحاد العاصمة بدأ طبعا أنه يتفرج فيه جلسات جامعة مبين ومبين ياسين الميكاري محل الأداء للنادر آلي ليه يقلق وقف على كل التفاصيل الخاصة بفريق اتحاد العاصمة وأعتقد يا محمد أن البروف القوية أو المباراة اللي يأخذها النادر آلي يوم الثلاثاء القادم أمام أحد فرق المقدمة فيه الدوري السلوفيني هتكون تجربة قوية جدا من خلالها مستر كولر يعني تقدر تقول بيحط الرطوش الأخيرة للمواجهة يقدر بالنسبة له فضل يا محمد المطشع يبقى الساعة كامية من الثلاثة المباراة تكون للساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الرابعة مع زيرة محمد بتوقيت النمسا الخامسة بتوقيت القاهرة نتعرف أن مصر تتقدم على النمسا بفارئة ساعة فالمباراة تكون في تمام الساعة الرابعة أصلا بتوقيت النمسا الخامسة بتوقيت القاهرة مستر ريكولر يعني تقدر تقول كل دقيقة كل ثانية عاد بيحضر بيجاهز عايز تتابع كل الظروف يقف على كل الأوراق ولكن في نفس الأمر زي ما قلت لك الراقل بواقعية بيحاول يجاهز البدائل بيحاول يعني شوفنا سنوئيات ما بين يعني محمد عبد المنعم ومحمود متولي رمي ربيعة وياسر إبراهيم أمور كلها مستر ريكولر بيحاول يجاهزها تحسبا لكل الظروف آخر سؤال يا فاروق في الجولة الحرة عشان ما نطولش عليك أكتر من كده اللعبة كلها مع بعض ولا كل واحد بقى راح في اتجاه فرصة تعمل شوبينج بقى وتشتري حاجات لو فيه أدوات رياضية حاجات زي كده ممكن تشتريها من أوروبا وهل أنت قريبين منهم ولا بعيد عنهم شوية يعني خلينا أقول لك يا محمد النقطة الأخيرة أنا ما سمعتهاش كويس لكن أكلمك على الجولة الحرة بالنسبة للعبين يعني كل اللعبين في بعض اللعبين فضلت أنها تكون في منطقة قريبة من مقر إقامة الفريق اللي هي بادة تيتس مندورفي فيه بقى أن أغلب اللعبين تقدر تقول 90 أو 95% من اللعبين جم إلى هنا إلى فيينا طبعا برفقة الجاز الفني بالكامل والكابتن خالد دبيبو الكابتن سمير عادلي كل اللعب أنت عارف محمد الشوبينج والأمور دي كل اللعبين بيقتني بعض اللعبين بيقتني بعض الأحزية الرياضية من المركات العالمية بعض اللعبين بيطبعا بيطقي فيه بعض حراس المرمى بالمناسبة سواء الكابتن الشناوي مصطفى شوبير حمز علاء طبعا أنت عارف القفاز والأمور دي بيحاول أن هو ينطقي أفضل الأمور فتتلاقي السلاسي يعني في اتجاه بعض اللعبين في اتجاه لكن الجلسات طبعا أنت تشوف الشرع السياحي بالمناسبة محمد أو كنت اشترص الشرع السياحي هنا في النمسا يعني في كل مكان بتلاقي اللعبة النادي الأهلي موجودين بتلاقي مجموعة من المصريين اللي موجودين يعني بكثرة هنا فيه اللي النمسا بتصوروا معهم بعض أفراد الجالية التونسية بيدوروا على علي معلول يعني تسأل وانت ماشي في هنا محمد بعض التوانس تسألك فين علي معلول انت شفت آخر مكان شفت فيه علي معلول فيه فانت بتدل ترحل البعض الجمهير انها تقابل اللعبين طاهر محمد طاهر وشوبير ومحمد هاني السلاسي طبعا يعني آخر تلاتنا لسه سايبهم في الشرع السياحي فيه النمسا لكن أجواء ممتازة محمد النمسا فعلا يعني مكان زي ميقولوا جنة جنة بجد للنمسا واختيار موفق جدا من قبل النادي الأهلي فاروق صلاح موفد قناة الأهلي في معسكر الفريق في النمسا أنا بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيليك يا رب ولي أفراد البعثة في ختام هذا المعسكر بشكل مناسب استعدادا للموسم الجديد نخرج لفاصل ونرجع بعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار التريند اشتركوا في القناة أعظم الأساطير من بين الألاف والملايين في كل حركة في كل كلمة وزماء سطروا التاريخ في قوة الأداء عبقرية القرار شجاعة المواقف اختيار التوفيليك الأساطير اللي فرحونا دايما عايشين في قلوب الملايين المجاري الليلة الساعة الحادية عشر مساء على قناة الأهلي الأهلاوي مش هيسبنا محترف كلمة ما تتقلش لأي حاجة دايما جاهز للصعب بحركة واحدة بينجز ولو حيلعب يلعب بالشروط تتبرج عليه تتعلم الخبرة مفتاحة وأصل الحكاية عندك مش بالكلام بالحرفانة المحترف الأثنين الساعة السابعة والنصف مساء على قناة الأهلي الأهلاوي مش هيسبنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا